من كنوز أسئلة الصحابة سؤال سأل واحد من الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام هو بيقول لهم حقيقة معينة بيقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه تقوم الساعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي فأم واحد من الصحابة سائر قال يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت قال إن الله حرم أجساد الأنبياء على الأرض رواها أبو داود الصحابة بيسأل النبي هو إزاي لغاية يوم القيامة كل محد يصلي عليك يتعرض عليك الصلاة دي يا رسول الله هو مش حضرتك الجسم لما بينزل في الأرض الأرض بتاكله قال له لا أجساد الأنبياء محرمة على الأرض الإمام البيهقي في كتابه حياة الأنبياء بيقول لنا مجموعة حقائق عن حياة الأنبياء بعد وفاتهم أول حقيقة إن اللي خلق الموت والحياة هو ربنا وبالتالي ربنا هو اللي يقول لنا الموضوع دا قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة فزي ما ربنا خلق الحياة الموت برضو مخلوق ولي طبيعة والطبيعة دي بتسري على البشر من ضمن طبائع الموت اللي ممكن تبقى غريبة على الأحياء إن في ناس بعد ما تموت بتكمل عيشة في حياة كاملة ممتلئة بالأرزاق زي مين؟ زي الشهداء آيتين واحدة في البقرة واحدة في آل عمران آية البقرة ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون مش معنى أنك أنت مش مدرك حياته الكاملة أنه مش حي والآية الأشهر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون فربنا أثبت ليهم الرزق أكل وشرب والمشاعر فرحين يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل آه ينفع واحد بعد ما يموت يبقى عنده حياة كاملة ممتلئة بالأرزاق المادية والمشاعر المعنوية فسدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم يوم الجمعة ضأفضل أيام الأسبوع لأنه تخلق فيه سيدنا آدم وفيه قبض يوم وفاته وفيه تقوم الساعة فعبادة يوم الجمعة اللي النبي يحب أن نحن نشوفها في موازين حسنتنا الصلة برسول الله يوم الجمعة بكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فكأن السوء